موسيقى رسميا التربية والتعليم بتعلن عن مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري قد حددت مواعيد امتحانات نهاية العام والذي سيكون في الفصل الدراسي الثاني وذلك ايضا لصفوف النقل والشهادة الاعدادية وقد اكدت وزارة التربية والتعليم بان الامتحانات للترم الثاني ستبدأ يوم 7 مايو 2022 بالاضافة الى ان الدراسة مستمرة حتى هذا التاريخ على ان يخصص الاسبوع الاخير من الترم الثاني الى المراجعة قبل انطلاق الاختبارات في مواعدها المحددة والتي ستكون يوم 7 مايو المقبل وقد اوضحت ان المدريات والادارات تضع جداول الامتحانات وذلك في نهاية العام مزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعلنت انه بالنسبة لاختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني والذي سيكون للصف الرابع الابتدائي سيعقد في الفترة من 8 الى 12 مايو القادم في العام الحالي 2022 وذلك بتقتصر الاسئلة على خط التوزيع المنهج والتي من المقرر لها في الفصل الدراسي الثاني والجدير بالذكر ان الخريطة الزمنية والتي ستكون للعام الدراسي الجاري قد حددت موعد بدء الدراسة ومتابعت ايضا مدة ايام الدراسة الفعلية وذلك بعد حسف ايام الاجازات الرسمية ستكون 93 يوما للفصل الدراسي الاول وبالاضافة الى 97 يوم للفصل الدراسي الثاني وعلى ان تكون ايام الدراسة الفعلية بتقدر ب190 يوما بما يعادل 32 اسبوع كاملين وكان بعض من اولياء الامور كانوا قد طالبوا وزير التربية والتعليم بتعديل موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي لتعارضها مع اول ايام شهر رمضان المبارك والتي قبلت بالرفض التام من الوزير والذي قال ردا على ذلك بان الامتحانات في موعدها ولا تغيير اشتركوا في القناة